التشجيع والحث والتحفيز النهج الذي واضب الرئيس الصيني شي جين بينك استخدامه كي تنهض الدول بشعوبها يؤشر إلى أهمية أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها لتحقيق مختلف أهداف وتطلعات شعوبها نتشارك في وضع الأهداف والاستراتيجات ونعمل معا في خلال سياسي وفلسفي اقتصادي محترمي تخدم الشعوب وهذا اللي حصل وهذا هي لب أو سر كلمة الرفيق شي جين بينك عندما تحدث عن هذا التحالف حتى بالفعل يكون ازدهار في المنطقة والازدهار برأي شي جين بينك لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة هذه الشعوب باقتصادية وبشعبها وبقياداتها السياسية تأكيد الرئيس شي في كلمته عبر ربط التلفزيوني في قمة الرؤساء التنفيذين بمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بالعمل بشكل جماعي لوحدة آسيا والمحيط الهادئ تعطي مزيد من الأهمية لتلك الدول على مستوى عالمي كانت كلمة الرئيس شي جين بين كلمة مهمة للغاية وكانت بالأساس تحفيز لقادة القادة المشاركين في هذا المنتدى الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أبيك من أجل القيام بدورهم الذي كانوا دائما يقومون به سابقا بحيث أنهم كانوا محرك لاقتصاد العالمي من أجل المساعدة على الانتصار على هذه الجائحة الموجودة الآن حاليا والصعاب التي تواجه العالم اقتصاديا ووبائيا أيضا للانتقال لمرحلة مستقبلية للازدهار والتطور في العالم استجابة الدول آسيا والمحيط الهادئ السريع وتقديمها إسهامات لتحقيق هدف بناء المجتمع المصير المشترك يعطيها فرصا أكبر للنهضة على مستواها الداخلي وجميع الشركاء في أبيك فلسفتهم باقتصار في الحزام والطريق تتمثل في خمس روابط وثلاث مجموعات الروابط الخنسي هي ارتباط المرافق والتواصل السياسي وتداول رأس المال تواصل الشعبي مهم جدا وسلاسة وصول التجارة أما المجموعات التي يتحدثون بها لضبط كل العملية هذه مصالح مشتركة، مسئوليات مشتركة ومصير مشتركة من هنا أصبح المصير المشترك مع المسئوليات المشتركة والمصالح المشتركة هي الأساس بتحديد الاستراتيجيات والأهداف حتى يكون كل طرف من هذه الأطراف بشكل متساوي في المهام الملققات على عطقه سياسة الحث والتحفيز والتشجيع التي أكد عليها الرئيس الصيني في كلمته في منتدى الدعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من شانها أن تفتح وتعطي زخما جديدا لدول تلك المنطقة بأن تتشارك مع الصين بالذهاب لتحقيق المجتمع المصير المشترك للبشرية محمد الصنوري سيجي تاني العربية رام الله